بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والبرغان الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما أنزغ آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ندب عن ذكوة وخشي ورحمان بالغيب فبشره بمغفغة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى وننتب ما قدموا وآساؤهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أغل المرسلون إذ أغسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالثه فقالوا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعتم إلا بشر مثلنا وما أعسل الرحمن من الشيء إن أعتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لإن لم تنتهوا لنوجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائر معكم أعكم أعين زكعتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة وجولي يزعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجوا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطواني وإليه توجعون أتخذ من يدونه آلية إي يردني الرحمن إي يردني الرحمن بذر الله وعني شفاعة شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمرت بغبه فاسمعون وني لدخل الججنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني غبي وجعلني من المكومين وما أنسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلى هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يهوكم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزغاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدوناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النغار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذنريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يوكبون وإن شاء نغرقهم فلا صديخ له ولا هو ينقذون إلا رحمة مننا ومطاع إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيكم وما خلفكم لعلكم ترقون وما ترقهم من آية من آيات غربهم إلا كانوا عنها معجزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبقى في الصور فإذا من الأجداث إلى وقبهم ينسلون قالوا يا غيدنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإلاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمرون إن أصحاب الججنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزغاجهم في جلال على الأغائك متكعون على الأغائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولهم من رب وحيم وانداز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صغاة مستقيم ولقد أظل منكم جب الله كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون ولوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواقهم وتكلمنا أيدهم وتشغد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا دي يوم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر مكان حيا ويعق القول على الكافرين أولم يغو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها وغوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وبشارب أفلا يشكرون واتخذوا من تون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهو له وجود محضرون فلا يحصون كقولهم إنا نعلم ما يسردون وما يعللون أولم يغو الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخض غناظا فإذا أعوت منه توقضون أوليس الذي خلق السباقات والأرض بطادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول لكم فيكونون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قcerных ترجمة نانسي قنع إذا كان عدتك في طلب